في النهاية اليوم عدنا شرياضة بساعدنا صورتين نونهي بيهما مع الزملاء الصورة الأولى من نييسة الفرنسية قبل زلاطان معلي شير خير المخرز زلاطان إبراهوموفيتش مع النجم اللاعب الجزائري إسماعيل بن ناصر هذه الصورة تم تدولها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا داعي طبعا لأن أشرح أن بن ناصر هو الذي يظهر على اليمين كان فرق في الطول زلاطان إبراهوموفيتش كان زميل بن ناصر في نادي ميلان وكان قال سابقا عليك أن تموت في سبيل هذا النادي كانت هذه نصيحة إبراهوموفيتش لإسماعيل بن ناصر نحن نتمنى يموت من أجل المنتخب الجزائري وليس فقط ميلان الإيطالي والصورة الثانية التي تم تدولها بشكل كبير صورة معبرة وصورة شخصيا أنا عجبتني هي هشام بوداوي ابن مدينة بشار مع والدته التي تزوره صورة عائلية تم تدولها بشكل كبير علاش مهمة رغم أنها مرتبطة بحياة شخصية يعني لللاعب الجزائري ولكن هؤلاء اللاعبين يمثلون قدوة بالنسبة إلى كثير من الشباب والمراهقين والأطفال الصعيدين الذين يحبون الكرة أنك لا تستطيع أن تنجح إلا بتوفيق من الله أولا من الله عز وجل في المبدأ الأساسي وبدعوة الخير من الوالدين فأعتقد بأن هشام بوداوي أوصل رسالة مهمة بهذه الصورة التي يفتخر فيها بوالدته ويظهرها للجميع ويحتفل بزيارتها له في مدينة نيس وأيضا ليقول للجميع أنه زياد على توفيق ربي هناك دعوة الخير من الوالدة اشتركوا في القناة